نتعامل معه فدي اول حاجة ان احنا حنوفر شحنات اضافية من المزود علشان نقدر ان احنا نزيد من التعامل مع الاستهلاكات الضخمة والهائلة اللي موجودة النقطة الاخرى ان احنا النهاردة حيبقى فيه وحصل توجيه لكل الجهات بمزيد من الترشيد في الانارة العامة لكل الاماكن العامة للدولة المصرية النهاردة مسؤولة عنها سواء الشوارع المباني الحكومية المباني الخدمية حيبقى فيه خطة تم التوافق عليها النهاردة لمزيد من الترشيد في استهلاكات الكهرباء للانارة العامة وكل الحاجات الاخرى النقطة التانية ودي واضحة تماما بالنسبة لنا ان في ايام اجازة الاسبوعية بينخفض الاستهلاك نتيجة طبعا لان المباني الحكومية والمباني القطاع الخاص الحقيقة ما بتعملش وبتبقى مقفولة فبيبقى الضغط على الانارة والتكييف اقل فتم التوافق ان اعتبارا من يوم الاحد ستة تمانية اللي هو اول يوم احد في شهر اغسطس حيبقى التوجيه ان يوم الاحد من كل اسبوع يتم الموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية اللي هي مش مرتبطة بعمل التعامل المباشر مع المواطن وايضا بشجع فيها الشركات الخاصة الخدمية اللي بتبقى شركات بيبقى كل عملها مكتبي ان يبقى العمل من المنزل بنظام الانلاين عشان نخفف الضغط على شبكة الكهرباء والاحمال ومنشغلش المباني في يوم زيادة من ايام الاسبوع يبقى حيبقى عندنا يوم الحد من كل اسبوع على مدار شهر اغسطس حيبقى العمل فيما يخص المصالح الحكومية والكل المصالح الخدمية اللي طبعا ده تبقى وفقا لما يراه كل وزير وكل مسؤول معني لان هناك بعض المصالح والمباني ما ينفعش ان احنا نشتغل فيها بنظام اونلاين في هذا اليوم ولكن الموضوع ترك لتقدير كل الوزراء المعنيين ولكن المبدأ ان الدولة كلها حيبقى يوم الاحد بتشتغل من المنزل او بنظام الونلاين علشان نخفف ونساعد في التخفيف والترشيد من الاحمال الكبيرة اللي موجودة ونفس الكلام انا بقوله للقطاع الخاص الشركات اللي هتبقى موجودة النهاردة وبتشتغل بنظام المكاتب والشغل الخدمي اللي ما يحتاجش فيه نوع من الانتاج انا مش بتكلم هنا على مصانع خالص انا بتكلم على الشركات اللي بتقدم خدمات اللي تسمح ظروف عملها ان الموظفين يشتغلوا من بيوتهم يبقى انا بشجحهم ان هم يعملوا نفس هذا الموضوع علشان نقدر ان احنا كلنا نتجاوز هذه الازمة اللي موجودة الحقيقة ايضا تم التوافق طبعا يعني فيما يخص المنشآت الرياضية والاستادات يعني تم التوجيه للسيد وزير الشباب والرياضة ان المباريات تتلعب في الوقت القبل المغرب علشان برضو ما نستهلكش موضوع انارة الاستادات والكلام ده يبقى حجم كبير يبقى المباراة تخلص قبل يعني المغرب مباشرة علشان ان احنا نقدر نقلل من استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية وده التوجيه لكل المنشآت الرياضية بقدر الامكان الاستادات والصلاة المغلقة يبقى تقليل الاعتماد على الشبكات الكهرباء في خلال هذه الفترة ان شاء الله علشان نقلل بصورة كبيرة جدا هذا الموضوع الموضوع اللي احنا اكدنا عليه ان كل اجهزة التكييف تبقى شغال شغال على درجة 25 درجة ما يبقاش اقل من كده علشان يبقى هو ده برضو وانا بستهلك الكهرباء ابقى بستهلك باقل كمية ممكنة تم التوجيه فعلا لامانة مجلس الوزراء ان فيه لجنة مركزية لجنة ازمة هتبقى بتجتمع يوميا بتضم كل الجهات عشان تتابع تطبيق اللي احنا اتفقنا عليه ده كله على مدار اليوم وعلى مدار الساعة الشيء الاخر وهو المؤهم ان تم التوافق على الاتي ان مع كل هذه الاجراءات اللي احنا قلناها من استراد مزيد من المزود من ان يبقى فيه يوم في الاسبوع حيبقى العمل فيه اونلاين مع كل الاجراءات دي ما زلنا حيبقى عندنا احتياج لتخفيف احمال طول ما درجة الحرارة بتتجاوز الخمسة وتلاتين درجة يعني انا بأكد على هذا الموضوع ان المشكلة الحقيقية هو الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة اللي احنا بنتكلم عليها بنقول عليها درجة تمانية وتلاتين في الضل بينما هي فعليا في الشمس بتبقى تلاتة واربعين واربعة واربعين موجودة وبتبقى بهذه الدرجات الحرارة طول ما الدرجات بهذا الحجم او هذه الدرجة العالية حيبقى دائما عندي مهما كان قدرات توفير الطاقات من الغاز الطبيعي والمزوت حيبقى مضطرين ان احنا ندخل في اجراءات تخفيف الاحمال فعشان كده المتوقع تبقى لدرجات الحرارة مع كل الاجراءات دي انه حيبقى تخفيف الاحمال ما بين الساعة الى الاثنين على الاكثر في يوميا احنا بندعو الله طبعا ان درجة الحرارة تقل كل ما درجة الحرارة هتقل كل ما معناها ان التخفيف حيقل ترجمة نانسي قنقر